اشتركوا في القناة اولا انوه بداية وداعا لأسئلة الحفظ والطلقين واهلا بأسئلة الفهم والاستنتاج والتطبيق والمستويات العليا نبتدي مع بعض نشوف السؤال الاول السؤال الاول اختار الاجابة الصحيحة من بين الاقواس لكل مما يأتي تحذير او انتبه الاجابات المتكررة عن اسئلة الاختيار من متعدد والصواب والخطأ لن تقدر ويتم تقدير الاجابة الاولى هذه العبارة هتلاقيها في اول الامتحان تنبيه اسئلة الاختيار من متعدد والصواب والخطأ هتقدر الاجابة الاولى فقط فخلي بالك انتبه حزاري بلاش تستعجل في اسئلة الاختيار من متعدد والاسئلة عاوزة تركيز عاوزة فهم نشوف مع بعض السؤال الاول يتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع كل مما يأتي ما عدا يطرى ما بيتفاعلش مع مين يطرى الايسيلين ولا الايثانول ولا الايثاين ولا الفينول تعالوا نشوف واحدة واحدة حمض الهيدروكلوريك يتفاعل مع الايثيلين مكونا كلوريد الايثاين ولا تفاعل اضافة حمض الهيدروكلوريك يتفاعل مع الايثانول في وجود زد ncl2 ويكون كلوريد الايثاين ايضا زي الh2o الhcl يتفاعل مع الايثاين ولو استمر التفاعل مع وفرة من الـ HCL يدينا واحد وواحد ثناء كلورو الإيثان أما الفينول لا يتفاعل هنا سؤال علل علل لما يأتي لا يتفاعل الفينول مع حمض الهيدروكلوريك يبقى رغب أنه سؤال اختيار إلا أنه علل لما يأتي لا يتفاعل الفينول مع حمض الهيدروكلوريك لصعوبة كسر الربطة اللي بين مجموعة الهيدروكسايل وحلقة البنزين يبقى إجابة السؤال الأول يتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع كل مما يأتي مع عدى الإجابة الفينول نمرة اتنين يحتوي جزء اتنين ميسايل بنتان على عدد من مجموعات الميثيلين اللي هي CH2 يساوي لو جد كتبت الصيغة البنائية لتنين ميسايل بنتان هيطلع عندك مجموعتين ميثيلين في التفاعل تو اس او سري جاز يدينا تو اس او تو زائد او تو عند استخدام وعاء مغلق أصغر حجما ماذا تعني العبارة وعاء مغلق أصغر حجما يعني اننا هنا هزود الضغط وعاء أصغر حجما معناها هزود الضغط فإن قيمة ثابتة لاتزان كي سي الإجابة تقل ليه تقل التفاعل في حالة اتزان التفاعل نظام غازي النظام يصاحبه تغير في الحجم بالزيادة إذن التفاعل يصاحبه تغير في الحجم بالزيادة يبقى تفاعل يصاحبه زيادة في الحجم إذن بزيادة الضغط فإن التفاعل يسير في الاتجاه الذي يصاحبه نقصان في الحجم إذن التفاعل يسير في الاتجاه العكسي مدام ما يسير في الاتجاه العكسي فإن قيمة سابت الاتزان تقل أي أن تركيز النواتج أقل من تركيز المتفاعلات رقم أربعة تتفاعل الألكانات مع القولور في ضوء الشمس الغير مباشر الضوء الشمس حدد هنا الضوء الشمس إيه الغير مباشر طالما ضوء الشمس الغير مباشر يبقى التفاعل هنا يتم بالاستبدال يبقى تتفاعل الألكانات مع القولور في ضوء الشمس الغير مباشر بالاستبدال ويطلق على هذا التفاعل هالجنة الميسان مثلا في ضوء الشمس الغير ايه مباشر خلي بالك أم يجي أقولك ألكان مع القولور حدد ضوء الشمس مباشر ولا غير مباشر لو مباشر يبقى تفاعل اضاف لكن غير مباشر يبقى تفاعل استبدال نشوف السؤال الخامس محلول مائي من هيدروكسيد السوديوم تركيزه واحد من مية مول لكل لتر فان قيمة البي اتش الطالب على طول لأول وهلة هيقول الاجابة اتنين يا ابني خلي بالك ده مديني تركيز هيدروكسيد السوديوم يبقى درجة تركيز ايون الهايدروكسيد عشرة قص سالب اتنين يبقى بالتالي اجيب البي او اتش سالب لغارات من درجة تركيز ايون الهايدروكسيد يبقى البي او اتش بيساوي اتنين بما ان البي اتش زائد البي او اتش بيساوي اربعتاشر يبقى اربعتاشر نقس اتنين يبقى البي اتش بيتسوي اتناشر يبقى البي اتش بيتسوي كام اتناشر وليس كام اتنين نمرة ست عدد مولات غاز الامونيا الموجودة في اتنين وسبعين لتر منه في مين بضال يساوي لو احنا قلنا ان المول من غاز النشادر يشغل اتنين وعشرين واربعة من عشرة يبقى ايه من المول موجودة في اتنين وسبعين لتر هتطلع الاجابة تلاتة واثنين من عشرة مول نمرة سبعة عدد المتشاكلات الجزائية للمركب سي خمسة اتش اتش اتناشر هو سي خمسة اتش اتناشر اللي هو البنتان المتشاكلات الجزائية اي تحقق ظاهرة الايزومريزم اي المشابهة الجزائية وهي اتفاق المركبات في الصيغة الجزائية واختلافها في الصيغة البنائية سي خمسة اتش اتناشر له سلاسة ايزومرات الايزومر الاولان اسمه البنتان العادي الايزومر التاني اسمه اتنين ميسايل بيوتان اللي هو ايزوبنتان الايزومر التالت اللي هو اتنين واثنين سنائي ميسايل بروفان اللي هو نيوبنتان نشوف السؤال الرقم 8 كتلة الدهب المترصبة من امرار 96500 كولوم في محلول كولوريد الدهب الثلاثي تساوي تعال نشوف كل واحد فرضي كل واحد فرضي اي كل 96500 كولوم ترصب الكتلة المكافأة طب كل 96500 تساوي تلت الكتلة المكافأة لان هنا الكتلة الزرية لو اسمتها على تلاتة تساوي تلت مول يبقى الكتلة الزرية اللي هي تعادي للمول يبقى اللي جابة هنا تلت مول امرأة تسعة تتم عملية الاختزال في العمود الجاف لمادة ثاني اكسيد المنجانيز ثاني اكسيد المنجانيز ام ان او تو تحول الى ام ان او او اتش اي تحول ثاني اكسيد المنجانيز الى اكسيد المنجانيز القاعدي وتحول المنجانيز من عدد التأكسد موجب اربعة الى عدد التأكسد موجب تلاتة اذا المنجانيز هنا حصل له عملية اختزال نشوف السؤال رقم عشرة ناتج تميق كربونات السوديوم في الماء هو حمض القربونيك و كربونات السوديوم عندما تتميق في الماء التميق هو اتحاد ايونات الملح مع ايونات الماء لتكوين حمض وقلوي يبقى تميق كربونات السوديوم في الماء هو حمض القربونيك طالما تقالك حمض الكربونيك يبقى ده حمض ضعيف لان اللي هيتكون يبقى ضعيف يبقى مين اللي مش هيتكون القوي فهنا وايونات الهيدروكسيد وايونات السوديوم يبقى عنده تميق كربونات السوديوم في الماء يتكون حمض الكربونيك ولا يتكون هيدروكسيد السوديوم ويظل هيدروكسيد السوديوم تم التأيّن في المحلول على هيئة أيونات الهايدروكسيد وأيونات الصوديوم لذا نجد أن محلوله قلو التأثير على ورقة عباد الشمس السؤال رقم 11 العلاقة بين سرعة التفاعل الكيميائي وتركيز المواد المتفاعلة توصل لها العالم تعال نشوف واحد واحد ستيفلد ده جاب العلاقة بين درجة التأيّن ودرجة التخفيف عند سيبوت درجة الحرارة إبقى مش هو لو شاتي ليه اللي هو بيقول العوامل المؤسرة على نظام في حالة اتزان مثل الضغط ودرجة الحرارة ودرجة التركيز فإن النظام ينشط في الاتجاه الذي يلاشي فعل هذا المؤسر مش هو كيكولي هو الذي اقترح الصيغة البنائية للبنزين العطري وأنه شكل سداسي منتظم الأوجه وتوجد ثلاثة روابط ثنائية على التبادل مع ثلاثة روابط أحادية إذن الإجابة جيم جولد بيرج وفاج أو فاج وجولد بيرج إبقى جولد بيرج وفاج هو الذي وضع قانون يسمى قانون فاعل القتلة الذي ينص على عند ثبوت درجة الحرارة تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي تناسباً طردياً مع حاصل ضرب تركيزات مواد التفاعل كل مرفوع إلى أس يساوي عدد الجزيئات كما في المعادلة الموزونة يبقى اللي استنتج العلاقة بين سرعة التفاعل الكيميائي وتركيز المواد المتفاعلة هو فاج وجولد بيرج دليل الميصايل البرتقالي دليل الميصايل البرتقالي يكون لونه في الوسط الحامدي يكون لونه في الوسط الحامدي هيكون أحمر طبعاً الجدول الوحيدة تتطالب الآن منه هو جدول الأدلة ومهم جداً عندك دليل الميصايل البرتقالي والفينو لفثلين وعباد الشمس وأزرق برومو ثيمول يجب حفظ هذا الجدول جيداً لأنه محطة أسئلة كتير جداً يبقى 12 دليل الميصايل البرتقالي يكون لونه في الوسط الحامدي أحمر قيمة سؤال رقم 13 قيمة البي اتش للمحلول الذي يحتوي على أقل تركيز من أيونات الهايدروكسيد هو خلي بالك معي البي اتش هو اسلوب للتعبير عن درجة الحامضية أو القاعدية للمحاليل المائية بأرقام متسلسلة موجبة تبدأ بصفر وتنتهي بـ 14 إذا كان البي اتش يقل من سبعة يبقى حمض بي اتش أكبر من سبعة يبقى قلوي بي اتش بيساوي سبعة يبقى متعادل قيمة البي اتش للمحلول الذي يحتوي على أقل تركيز من أيونات الهايدروكسيد الإجابة هيكون واحد ليه؟ لأن هنا هيكون أقصى تركيز لأيونات الهايدروكسيد الموجبة السؤال رقم 14 الصودة الكاوية تتفاعل مع كل مما يأتي ما عدا واحدة واحدة ناخد واحدة واحدة كده بقول ايه؟ الصودة الكاوية اللي هي هييدروكسيد السوديوم والصودة الكاوية ده الاسم التجاري اللي هييدروكسيد السوديوم تتفاعل مع نمرة واحد أسيتات الإيثايل ده إستر يبقى تتفاعل الإسترات مع الصودة الكاوية مكونة ملحة وكحول يبقى تتحلل الماء للإسترات في وجود وسط قلو تسمى عملية التصبن الصودة الكاوية مع الفينول الفينول له اسمي تاني حمض القربوليك يبقى الفينول حمض والصودة الكاوية قلوي يبقى قلوي زائد حمض يدينا ملح ومي يبقى هيتفاعل حمض البنزويك حمض يتفاعل مع الصودة الكاوية قلوي يبقى حمض زائد قلوي يدينا بنزوات السوديوم زائد مي إذن لا يتفاعل مع الإيثانول لأن الكحول الإيثيلي يسلك سلوك الأحباط خلي بالك الكحول الإيثيلي يتفاعل مع بعض الفلزات النشطة فقط ولا يتفاعل مع القلويات لأنه يسلك سلوك الأحباط يبقى الصودة الكاوية تتفاعل مع أستات الإيصان وتتفاعل مع الفينول وتتفاعل مع حمض البنزويك ولكنها لا تتفاعل مع الإيثانول لأن الإيثانول يسلك سلوك الأحباط أي ذو خواص حمضية ضعيفة جدا الباكلايت هو بوليمر ينتج من ارتباط موني مارين طالما قال ارتباط موني ماريني يبقى دي بلمرة بالتكاثف بلمرة بالتكاثف دي نوع من أنواع البلمرة والبلمرة نوعين بلمرة بالإضافة وبلمرة بالتكاثف بلمرة بالتكاثف هو اتحاد موني ماريني مع فقد جزء بسيط نستلماء الباكلايت ينتج من اتحاد أو ارتباط موني مارين هما الفينول والفورمالضهايد الإجابة به السؤال رقم 16 سنائي كلورو سنائي فينايل ثلاثي كلورو إيثان هو الاسم الكيميائي المركب ده اللي هو ضاي كلورو ضاي فينايل تراي كلورو إيثان يا ترى يطلع من فيهم نشوف واحدة واحدة التي انتي ده تراي نايترو تروين اللي هو ثلاثي نايترو تروين البي في سي اللي هو بولي باينايل كولورايد بولي باينايل كولورايد عديد الباينايل كولورايد البي سي بي بولي كولوريناتد باي فينايل يبقى الإجابة إيه الدي دي داي كلورو ضاي فينايل تراي كلورو إيثان يبقى خلي بالك سناء كلورو سناء فينايل سلاسي كلورو إيثان اللي هو وصم بأنه أقبح مركب في علم الكيمياء وصم بأنه أقبح مركب في علم الكيمياء هو الديديتي نشوف السؤال لقم 17 الرسم البياني الذي أمامك يحدد العلاقة بين درجة تجزئة المواد المتفعلة وصرعة التفاعل هو الرسم البياني رقم دال لأن سرعة التفاعل تزداد بزيادة درجة التجزئة أي مساحة السطح أفكركم هناك علاقة بين سرعة التفاعل الكيميائي ومساحة السطح تجربة هنجيب كتلتين متساويتين من الحديد إحداهما على هيئة برادة حديد والأخرى على هيئة قطعة حديد ونضيف للاتنين حجمين متساويين من حمض الهيدروكلوريد ففي حالة برادة الحديد يتم التفاعل بسرعة بينما في قطعة الحديد تتم ببط هنا كلما زادت مساحة السطح المعرض للتفاعل كلما زادت سرعة التفاعل يبقى سرعة التفاعل تزداد بزيادة درجة التجزئة يبقى الرسم البياني أو الجراف رقم دال نمرة 18 الشكل يوضح زجاجة تحتوي على غاز النشادر الزائف في الماء ويمكن أن نصل لحالة الاتزان عندها خلي بالك بالشكل للمرسوم قدام منك الزجاجة عبارة عن غاز مضاف فيها غاز نشادر مزاف في الماء يبقى بديك محلول النشادر اللي هو هيدروكسيد الأمونيوم بقول ايه يمكن أن نصل إلى حالة الاتزان الحالة التي عندها تتساوى معدل سرعة التفاعل الطردي مع معدل سرعة التفاعل العكسي حالة الاتزان هي الحالة التي عندها R1 تساوي R2 أي معدل التفاعل الطردي سوى معدل التفاعل العكسي وتثبت تركيزات النواتج والمتفاعلات بص على الرسم كويس الإجابة تغطية فوهة الزجاجة خلي بالك لابد أن يكون الحيز مغلق عشان يحدث عملية اتزان أو علشان نصل إلى حالة الاتزان رقم 19 عدد الزرات الموجودة في 8.5 جرام من غاز النشادر يساوي كم زرة أول حاجة نحسب كتلة المول من غاز النشادر هتطلع 17 زرة 17 جرام طب غاز النشادر فيه كم زرة 3 هيدروجين مول زرة زائد ندروجيني بعنده كم؟ 4 طيب يبقى المول من غاز النشادر فيه 17 جرام وهم يديني كم جرام؟ 8.5 يبقى أول خطوة نجيبها عدد المولات عدد المولات تساوي قتلة المد على قتلة المول الواحد يبقى 8.5 على 17 يديك كم؟ دي يبتديك عدد المولات بعدين عاوزين نجيب عدد الزرات يبقى اللي تطلع عدد المولات مضروبة فيه أربعة تطلع الإجابة ضعف عدد أفو جدره تطلع ضعف عدد أفو جدره تاني نقسم الأول عدد كتلة المد على كتلة المول يديك عدد المولات 8.5 على 17 تطلع نص نص أضرابها في أربعة اللي هي عدد الزرات كلها تطلع اتنين عدد أفو جدره الإجابة هنا هذا السؤال زي سؤال 2014 سنوية عامة السؤال الأول اخترم بالأقواس فخلي بالك ينقل عدد الزرات يبقى اجمع كل عدد الزرات عندك واضربها في عدد المولات مضروبة في عدد أفو جدره تاني عدد الزرات تساوي عدد المولات اللي عندك مضروبة في عدد الزرات مضروبة في عدد أفو جدره الإجابة تطلع ضعف عدد أفو جدره احسب عدد ايونات الصوديوم الموجودة في مول هو مديني عرض المولات جاهزة ايه اول حاجة تعملها في حساب عدد الايونات عدد ايونات اجيبها ازاي بيستوي عدد المولات في عدد ابو جادر اول حاجة نعملها في عدد الايونات نكتب معادلة الازابة ام ايه تو اس او فور زائد مية يدينا تو ام ايه بوزطف زائد اس او فور نيجاتف يبقى عدد كم ايون صوديوم اتنين يبقى عدد ايونات الصوديوم بيستوي اتنين في واحد في عدد ابو جادر تبقى الاجابة اتناشر واربعة من مية في عشرة قس تلاتة وعشرين الاجابة رقم جيم نمر واحد وعشرين في الخلايا الالكتروليتية يكون الانود هو القطب ساعة ما يقول كلمة الانود الانود انود بصرف النظر عن نوع الخلية سواء كانت الكتروليتية او جيلفانية الانود هو ذلك القطب الذي تحدث عنده او له عملية الاكساد يبقى احدا الاول ندور الذي يحدث عنده عملية الاكساد نبدأ نشوف بقى سالب ولا موجب سالب هقولك في الخلايا الجيلفانية موجب يبقى في الخلايا الالكتروليتية يبقى الاجابة نمر به يبقى هو القطب الموجب الذي تحدث عنده عملية الاكساد شوف الاجابة ازاي ازاي تخش على الاجابة انود يبقى قطب تحدث عنده عملية الاكسادة بعد كده نشوف القطب ده سالب ولا موجب سالب يبقى في الخلايا الجيلفانية موجب في الخلايا الالكتروليتية سؤال رقم 22 ازا كانت قيمة ثابت الاتزان صغيرة اي ان كيسي اقل من الواحد الصحيح فهذا يعني كيسي اقل من الواحد الصحيح يبقى يعني ذلك التفاعل العكسي هو السائد ايه تاني تركيز النواتج اقل من تركيز المتفاعلات يبقى الاجابة الاجابتان الف وجيم صحيحتان دي تعليقا يقولك ما هو التعليق المناسب على قيمة كيسي عندي احتمالين ازا كانت قيمة كيسي اكبر من الواحد الصحيح فان تركيز النواتج اكبر من تركيز المتفاعلات والتفاعل الطردي هو السائد ازا كانت قيمة كيسي اقل من الواحد الصحيح فهذا يعني ان التفاعل العكسي هو السائد وتركيز النواتج اقل من تركيز المتفاعلات السؤال رقم 23 الخلايا الاولية هي عبارة عن الخلايا الجلفانية جماعة تنقسم الى نوعين خلايا اولية وخلايا ثانوية الخلايا الاولية هي خلايا جلفانية تعدس فيها تفاعلات اكسادة واختزال تلقائيا بس التفاعلات غير انعكاسية اي لا يعاد شحنها مرة اخرى اما في الخلايا الجلفانية الثانوية فهي خلايا جلفانية تلقائية انعكاسية يبقى ان الخلايا الاولية عبارة عن خلايا جلفانية تلقائية غير انعكاسية يبقى الاجابة رقم الف 24 ركز في 24 ورقة كويس محلول غاز كولوريد الهيدروجين HCL في البنزين بص كويس غاز كولوريد الهيدروجين الجاف طبعا غاز كولوريد الهيدروجين الجاف متعادل التأثير على ورقة عباد الشمس محلوله في البنزين الاجابة به ركز معايا لا يحتوي على ايونات لان البنزين مزيب غير قطبي و HCL مركب قطبي اذا ما يدومش في بعض يبقى كولوريد الهيدروجين لا يزوف البنزين لايك دي سول في لايك الشبيه يزوف الشبيه الشبيه يزوف اللي شبهه المتشابهات تزوف بعضها القطبي يزوف القطبي والغير قطبي يزوف الغير قطبي يبقى HCL الجاف محلوله في البنزين لايحتوي على ايونات طالما لايحتوي على ايونات اذا لايضيء بصباح الكهربي المتصل بقطبين مغمورين في محلوله اركز على دي كويس قوي لان السؤال 24 جاي سؤال عكسه السؤال رقم 26 تاني 24 محلول كولوريد الهيدروجين في البنزين محلوله لايوصل الطياري قرب اذا ما بيبدأ مايوصلش اذا لايحتوي على ايونات وبالتالي لايضيء لمبة المصبح 25 بديك تفاعل كيميائي نحاز زائد ايونات فضة يدينا ايون النحاز السنائي زائد الفضة يكون العامل المؤكسل هو ايه خلي بالك العامل عكس العملية اللي حصله اكسة ده يكون عامل مختازل واللي حصله اختزال يكون عامل مؤكسل تعال شوف كده النحاز كذرة تحول الى ايون النحاز السنائي يبقى اينا حصله اكساده يبقى النحاز هنا عامل مختازل ايونات الفضة تحولت الى زرات الفضة تبقى حصلها اختزال يبقى ايونات الفضة هي العامل المؤكسل يبقى الايجابة رقم به اعرف كده بما انها ايزا الاكسادة والاختزال عمليتان متلازمتان ودحدثان في وقت واحد اللي حصله اكسادة يكون عامل مختازل واللي حصله اختزال يكون عامل مؤكسل ومن يسهل اكسادته يصعب اختزاله نشوف السؤال رقم 26 لما هدت له بالسؤال 24 محلول حمض الخليك النقي معنى كلمة النقي الخالي تماما من الماء هندوبه يبقى حمض الخليك النقي الذي يطلق عليه حمض الخليك الثلجي فاخدناه في الوضوية هندوبه في الماء الاجابة رقم الف يحتوي على ايونات ويضيء المصباح طالما حمض الخليك قطبي والماء قطبي يبقى القطبي يجذوف في القطبي وبالتالي حمض الخليك يزوف في الماء وبالتالي يوصل الطيار الكاربي لانه بيحتوي على ايونات وبالتالي والدليل على انه بيوصل الطيار الكاربي يضيء المصباح المتصل بقطبين مغموسين في محلوله السؤال رقم 27 جميل جدا على الاوضاع والتوجيب في حلقة البنزين منديك مركب لو انت سميت المركب ده بنظام الايوباك هيطلع واحد كولورو اثنان نايترو بنزين لكن لما تجي تسمي ده بطريقة من المجموعة الموجهة اقولك المجموعة الموجهة كلورو يبقى نسمي المركب ده ايه ارسو نايترو كولورو بنزين يبقى سميتلك المركب باسمين واحد بالايوباك اللي هو واحد كولورو اثنان نايترو بنزين بالطريقة الشائعة بنسميه ارسو نايترو كولورو بنزين يبقى من الموجه كولورو وجه مين النايترو في الوضع مين ارسو يبقى الاجابة هنعمل عملية كلورة الاول هنعمل كلورة الاول ثم نايترة المركب الناتج الاجابة الف هنعمل كلورة بالكلور للبنزين يدينا كلورو بنزين وبعد كده كلورو بنزين اعمل له عملية نايتريشن بوسطة خليط من حمض النايتريك المركز في وجود حمض الكابريتيك المركز السؤال 28 دولية عند مرور كمية من القهربية في عدة خلايا إلكتروليتية متصلة على التوالي فإن كتل العناصر المتكونة تتناسب تناسبا طرديا مع كتلتها المكافئة وده يعتبر نص القانون الثاني لفرضي جايب لك القانون الثاني لفرضي في صورة اختار من بدي الأقواص عند مرور كمية معينة من القهربية يبقى عند شبوت كمية القهربية أو عند امرور كمية من القهربية في عدة محاليل إلكتروليتية مختلفة فإن كتل العناصر المتكونة تتناسب طرديا مع كتلتها المكافئة 29 يتكون زيت المروخ أولا زيت المروخ والأسبرين كلاهما إسطر والمكون الأساسي في كل من زيت المروخ والأسبرين هو حمض السلسليك يتكون زيت المروخ من تفاعل حمض السلسليك أم مشرح حالك حمض السلسليك يحتوي على مجموعتين وظيفيتين فعالتين هما مجموعة القاربوكسيل COOH ومجموعة الهيدروكسيل يبقى دلوقتي حمض السلسليك مرة يتفاعل كحمض ومرة يتفاعل كقلوي يتفاعل كحمض ومرة يتفاعل ككحول مرة كحمض ومرة كايه كحول يبقى حمض السلسليك عندما يتفاعل مع حمض الأسيتيك هنا يدينا الأسبرين يدينا أسيتيك الحمض السلسليك يبقى تفاعل هنا ككحول لكن حمض السلسليك عندما يتفاعل مع الميثانول هنا يتفاعل كحمض حمض مع كحول يدينا إصدار اللي هو زيت المروخ اللي هو سلسلات السلسليك مرة تلاتين عند الهيدرة الحفزية للأسيتيلين عند الهيدرة الحفزية للأسيتيلين ثم اختزال الناتج يتكون آه السؤال الطلبة متعودة على عند الهيدرة الحفزية للأسيتيلين ثم أكسادة الناتج لكن أنا بقول له إيه؟ ثم اختزال الناتج عند الهيدرة الحفزية للأسيتيلين تدينا أسيتيل ضايد الأسيتيل ضايد لو عملت له عملية أكسادة هيدينا حمض الإيثانويك لكن هو أقول لنا إيه؟ ثم اختزال الناتج الإجابة يدينا إيثانون الإجابة رقم به تطبق قاعدة مارك نيكوف عند إضافة بروميد الهيدروجين لإيه؟ البروبين هتدي اتنين برومو بروبان بروميد الفينايل هتدينا واحد وواحد سناء برومو الإيثان واحد بيوتين هتدينا اتنين برومو بيوتان إيه بقى الإجابة؟ جميع ما سبق عشان تعرف الكلام ده تكتب بالألم تكتب المعادلة بروبين الكين غير متماسل بروميد الفينايل الفينايل وليس الفينايل بروميد الفينايل الكين غير متماسل واحد بيوتين الكين غير متماسل طلاب الألكين غير متماسل وبروميد الهيدروجين كاشف غير متماسل تنطبق قاعدة مارك نيكوف والإجابة جميع ما سبق سؤال رقم اتنين وثلاثين يعتبر تفاعل باير من التفاعلات هو يعتبر إضافة ويعتبر أكسادة وطريقة للكشف عن الربط المزدوجة فإذا الإجابة جميع ما سبق شفت السؤال باير أكسادة وإضافة وطريقة عن الكشف عن الربط المزدوجة في الإيثيلين كيف تثبت أن الإيثيلين هيدرو كاربون غير مشابع باستخدام برمجانات البوتاسيوم البنفسيجية في وجود وسط قلوي نجد أنه يزول لو نع الإجابة جميع ما سبق الأسئلة عالية فخلي بالك وأنت مش بتعود على الأسئلة جديدة طيب نمنا ثلاثة وثلاثين عند الهيدرة الحفزية لمركب اتنين ميسايل واحد بيوتين ينتج مركب لو كتبت التفاعل هيطلع كحول ثالثي هينتج كحول ثالثي اللي هو اتنين ميسايل اتنين بيوتانول لو كتبت اتنين ميسايل واحد بيوتين وضفتوله مية في وجود كابريتات الزئبقيق المحمد بحمض الكابريتيك كعام الحفز هيدينا كحول ثالثي تحمر ورقة عبادي الشمس الزرقاء عند تميق تحمر يبقى الوسط حمض من اللي محلوله هيكون حمض يا طرق أستات الأمونيوم ولا كولوريد الأمونيوم ولا كربونات الأمونيوم ولا كربونات الصوديو ناخد واحدة واحدة أستات الأمونيوم متعادل التأثير على ورقة عبادي الشمس كربونات الأمونيوم متعادل التأثير على ورقة عبادي الشمس كربونات الصوديوم قلوية التأثير على ورقة عبادي الشمس يبقى الإجابة كولوريد الأمونيوم محلوله حمض التأثير على ورقة عبادي الشمس أي يحمر ورقة عبادي الشمس الزرقاء المركب الذي يتكون بالبلمرة بالتكاثف هو بالتكاثف تعال شوف واحدة واحدة شوف يابا البلمرة ونوعين بالمرة بالإضافة وبالمرة بالتكاثف بالإضافة أنا عندي أربع أمثلة البولي إيسيلين والبولي بروبيلين والبولي فيناير كولورايد والتفلون أما بالمرة بالتكاثف هما اتنين الباكلايد والداكرون اللي هو نوع من أنواع البوليستر يبقى البوليستر المثال اللي علينا الدكرون يبقى الدكرون والباكلايد بالمرة بالتكاثف أما البولي إيسيلين والبيبي والبيبي سي والتفلون بالمرة بالإضافة يبقى الإجابة هنا الباكلايد من التفاعلات البطيئة نسبيا تفاعل أحب أقولك تنقسم التفاعلات حسب سرعتها إلى سلاسة أنواع تفاعلات لحظية تفاعلات لحظية أي تفاعلات تتم بسرعة كبيرة جدا بمجرد خلطها وألا وهي تفاعل محلو النطرات الفضة مع محلو الكولوريد السوديوم أما تفاعل الماغنسيا مع حمض الهيدروكوريك وهيدروكوريك السوديوم مع حمض الهيدروكوريك كلاهما تفاعل تام لكن مش لحظين يبقى تفاعل بطيء نسبيا تفاعل الكحولات مع الأحماض القربوكسيلية لتكوين الإسطارات والماء ألا وهو تفاعل الأسطارات لأن جميع المركبات العضوية تفاعلاتها بطيئة لأن التفاعل يتم بين الجزيئات لأن الروابط اللي فيها روابط تساهمية يبقى من التفاعلات البطيئة نسبيا ألا وهي تفاعل الكحولات مع الأحماض القربوكسيلية لتكوين الإسطارات والماء عند التحلل المائي لكابريتات الإيثايل الهيدروجينية لدرجة 110 المركب كابريتات الإيثايل الهيدروجينية اللي هي C2H5O SO3H لها سلاسة تفاعلات رغم أن هذا المركب مركب وسيط وسط اللي إنه له أهمية قصوى في الكيميا العضوية تتوقف تفاعلاته على درجة الحرارة في 110 وفي 140 وفي 180 لما يقول 110 التحلل المائي لكابريتات الإيثايل الهيدروجينية عند 110 يبقى ديك إيثانون طب عند التحلل الحراري لكابريتات الإيثايل الهيدروجينية عند 100 80 يدينا إيثين أو إيثيلين عند تفاعل كابريتات الإيثايل الهيدروجينية مع وفرة من القحول الإيثيلي عند درجة 140 درجة مقاوية يتكون الإيثير سناء الإيثايل سؤال عالي أوي أوي 37 ثاني كابريتات الإيثايل الهيدروجينية تتوقف نواتج التفاعل هنا على درجة الحرارة عند 120 عند 110 مع الماء يبقى تحلل المائي يدينا إيثانون عند 140 مع وفرة من القحول الإيثيلي يدينا إيثير سناء الإيثايل أو يطلق عليه الإيثير المعتاد عند 180 كابريتات الإيثايل الهيدروجينية بمفردها تحلل الحراري يبقى يدينا اللي هو الإيثيلين أو الإيثين سؤال 39 عند تفاعل 22.4 لترا من غاز الأكسوجين مع 70 لتر من غاز الهيدروجين تفاعلا تاما عند معدل الضغط ودرجة الحرارة لتكوين بخار الماء فإن كمية غاز الهيدروجين المتبقية تساوي هقول إزاي كل واحد لتر من غاز الأكسوجين طبقا للمعادلة يتفاعل مع 2 لتر من الهيدروجين طب كل 22.4 من 10 يتفاعل مع قد إيه من الهيدروجين هيطلع حجم الهيدروجين المتفاعل 44.8 من 10 هو كم الديني كم لتر من الهيدروجين 70 يبقى حجم الهيدروجين المتبقي 70 ناقص 44.8 من 10 هتطلع 25.2 من 10 ليجا بدال السؤال رقم 40 المركبات الهيدروجين المركبات الهيدروجربونية الغير مشبعة التي لها الصيغة العامة السي ان اتش تو ان هي جاب اسم قديم كلاسيكي محدش بيستخدمه خالص ألا وهو الأولوفينات الإجابة الأولوفينات خلي بالكم بقى ايه الأسماء القديمة بقى هنقصب الهيدروجربونات الألفاتية إلى هيدروجربونات مشبعة وهيدروجربونات غير مشبعة الهيدروجربونات المشبعة اللي هي الاسم الحديث الكان أو الكانات الاسم الأديم برافينات طيب الغير مشبعة قد تكون الكينات اللي هي الأولوفينات الاسم القديم الكلاسيك التالت بقى الغير مشبعة الأستيلينات اللي هي الاسم القديم لكن الاسم الحديث القينات القين القينات يبقى مشبع الكان غير مشبع الكين أو القين الاسم القديم بقى الكان اللي هو البرافين الالكين اللي هو الأولوفين الألقين اللي هو الأسيتيلينات تركيز نمرة واحد واربعين تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم الناتج من إذابت أربعين جرام منه في لتر من الماء إذا علمت أنه هو عاوز التركيز التركيز بالمولارية بتسوي عدد المولات على حجم المحلول باللتر طب وعادد المولات أجيبها إزاي كتلة المادة المزابة اللي هي أربعين جرام كتلة المول منها هيدروكسيد الصوديوم أربعين جرام يبقى عادد المولات تسوي واحد إيه مول أدوه وواحد مول في لتر يطلع واحد مولاري إيبقى الإجابة تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم بتسوي واحد مول لكل لتر أو واحد مولاري إمرأة 42 يتأثر الاتزان الكيميائي لأي تفاعل متزم خلي بالك لأي تفاعل متزم بالعوامل الآتية ما عدا السؤال ده الطالب يطلعبط ما بين سؤالين ما هي العوامل التي تؤثر في سرعة التفاعل الكيميائي ستة ستة عوامل واحد طبيعة المواد المتفاعلة درجة التركيز الضغط درجة الحرارة العامل الحفاز الضوء دي ستة عوامل بتؤثر في سرعة التفاعل الكيميائي لكن ايه العوامل التي تؤثر على تفاعل كيميائي متزم أي في حالة اتزان العوامل التي تؤثر على نظام متزم أي في حالة اتزان ثلاث عوامل الضغط درجة الحرارة درجة التركيز يبقى العامل اللي ما يعتبرش مؤثر على التفاعلات التي في حالة اتزان هي العامل الحفاز العامل الحفاز لا يبدأ التفاعل ولكنه يزيد فقط من سرعة التفاعلات قائمة بالفعل العامل الحفاز يغير من سرعة التفاعل ولا يتغير ولا يغير من النواتيك العامل الحفاز لا يؤثر على التفاعلات التي في حالة اتزان سؤال تلاتة واربعين عدد لترات الأكسوجين عدد لترات الأكسوجين الناتجة من تحلل 36 جرام من الماء في الظروف القياسية تساوي طب ما هالتنين لو حسب المعادلة اتنين اتشي تو او هتدينا اتنين اتشي تو زائد او تو ايدا المعادلة كل 36 جرام هتدي 22 واربعا من عشرة لتر من المعادلة سهلا باش بحاج تطلع 22 واربعا من عشرة هتكتب تاني المعادلة الشغل كله مبني على المعادلة يبقى تقول ايه تو اتشي تو او تحليل كهربي هتدينا تو اتشي تو زائد او تو يبقى 36 جرام هتدي 22 واربعا من عشرة لتر السؤال رقم 44 الاتزان الايوني ينشأ في محاليل الالكتروليتات الضعيفة بين جزيئات المتفاعلات وايونات النواتج تعال نقول هنا سؤال جاي بعد كده قارن بين الاتزان الكيميائي والاتزان الايوني الاتزان الايوني ينشأ في محاليل الالكتروليتات الضعيفة الاتزان الكيميائي ينشأ في التفاعلات الانعكاسية يبقى الفرق بين الاتزان الايوني والاتزان الكيميائي ان الاتزان الايوني ينشأ في محاليل الالكتروليتات الضعيفة بين جزيئاتها اللي بتاع المتفاعلات وايونات النواتج تعال نشوف السؤال 45 ده الرسم التخطيطي رقم 2 الرسم التخطيطي ده جه سنوية عامة 2014 السؤال الاول يعبر الشكل الاتي على ان العلاقة بين معدل كل من التفاعل الطردي والتفاعل العكسي عند اضافة عامل حفاز تفاعل الناتروجين مع الهايدروجين يدينا الامونيا الاجابة الصحيحة هي الاجابة رقم الف لان كل ما التفاعل الطردي بيزيد التفاعل العكسي بيزيد سؤال رقم 46 برضو ايضا سؤال سنوية عامة 2014 السؤال الاول نمر واحد في السؤال الاولاني 300 مول من جزيئات حمض الاسيتيك تحتوي على كم زر الكربون هنا الاجابة 600 في عدد افوغادرو 600 في عدد افوغادرو 300 مول من جزيئات حمض الخليك او الاسيتيك او الايثانويك تحتوي على كم زر الكربون انا عندي حمض الخليك صيغاته الجزائية C2H4O2 يبقى فيه كم زر الكربون اتنين يبقى عدد الزرات بتساوي اتنين فيه 300 مول فيه عدد افوغادرو في نموذج اجابة السنة اللي فاتت كان كاتب الاجابة 600 600 فقط زرة هي لازم عدد الزرات او عدد الجزيئات او عدد الايونات لازم اضرب عدد المولات في عدد افوغادرو وده كان خطأ في اجابة السؤال السنة اللي فاتت هي الاجابة 600 600 في عدد أبو غادرو يبقى السؤال رقم 45 والسؤال رقم 46 كلاهما كان في سروية عامة 2014 وكلاهما في السؤال الأولاني ألف اختار الإجابة الصعيحة من الأقواص لكن السؤال 46 كان كاتب الإجابة 600 بس 600 زرة هي الإجابة 600 في عدد أبو غادرو يعني 600 في 6 و 2 من 100 في 10 أس 23 زرة كربون سؤال رقم 47 خارق قسمة حجم الغاز في ميم ضدال على عدد المولات يساوي هو لف في القانون القانون بيساوي إيه الأول حجم أي غاز في ميم ضدال أي في معدل الضغط ودرجة الحرارة بتساوي عدد المولات في 22 و 4 من 10 تبقوا عمل إيه جاب حجم الغاز وقسموا على عدد المولات الإجابة تطلع 22 و 4 من 10 48 عدد زرات المول الواحد من الفوسفور لو قال من الفوسفور ويف تبقى الإجابة عدد أبو غادرو لأن الفوسفور في حالته الصلبة تتكون من زره واحد لكن في حالته البخارية تحتوي على أربع زرات يبقى عدد زرات المول الواحد من الفوسفور في حالته البخارية تساوي أربعة في عدد أفو غادرو السؤال رقم 49 المشابه الجزائي لأسيتات الفينايل المشابه الجزائي لأسيتات الفينايل أسيتات الفينايل CH3 COO حلقة بنزين إعكس المركب إقلبه الإجابة الصحيحة هي بنزوات الميصيل يبقى بنزوات الميصيل وأسيتات الفينايل كلاهما اتفق في الصيغة الجزائية اللي هي C8 H8 O2 واختلف في الصيغة البنائية يبقى أسيتات الفينايل وبنزوات الميصيل كلاهما من الإسترات كلاهما اتفق في الصيغة الجزائية واختلف في الصيغة البنائية السؤال ده هركز عليه في السؤال التالي إن شاء الله في التسمية السؤال 50 موجود في أسئلة التقويم على الأحماض القربوكسيلية في كتاب المدرسة أي من المركبات الآتية يعتبر حمضاً قربوكسيلياً السؤال ده ركز معاي أوي ركز أوي معاي كل الطلبة أتقولي الإجابة به واضحة قوي وأنا بقوله الإجابة ألف وبه السؤال ده جيه زيه بالزبط بالزبط سنوية أزهرية 2015 خلي بالك أي المركبات الآتية يعتبر حمضاً قربوكسيلياً خلي بالك ليه قلت ألف الإجابة به واضحة مش هلتنعلق عليه بينتيه بمجموعة قربوكسيلياً لكن أنا قلت ألف إزاي أنا قلت H-O-O-C-CH-3 لو جيت سميت المركب ده هيطلع حمض الأسيتيك حمض الأسيتيك أنا ما قلتش H-C-O-O-C-H-3 عشان تقولي فورماط ميساير لا أنا قلت H-O-O-C-CH-3 سؤال عالي جداً ألف وبه كلاهما إجابتان صحيحتان ارجع لسؤال أسئلة التقويم في كتاب المدرسة تحت عنوان التقويم الأحماضي الكربوكسيلي السؤال الأولاني أي المركبات الأتياتية اعتبر حمضاً كربوكسيلياً كان نمر أربعة ورقم خمسة 51 إذا كان لديك عينتان من غازين مختلفين لهما نفس الحجم حط لمليون خط تحت كلمة نفس الحجم طبعاً نفس درجة الحرارة والضغط فإنهما يتشابه فيه هذا تطبيق على القانون الحجوم لأفوضه فإنهما يتشابه في عدد الجزيئات الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة والمقاسة تحت نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة قال إيه تحتوي على أعداد متساوية من الجزيئات مش أعداد متساوية من الظرات لا تختلف لكن هنا أعداد متساوية من الجزيئات شوف جاب القانون الحجوم لأفوغادرو إزاي أه أفوغادرو له ثلاث أعمال أعماله وضع عدد أفوغادرو وقانون أفوغادرو وقال حقيقة كل غاز يشغل حجما قدره 22.4 من 10 لترا في مين ضاد دال السؤال ده عالي قوي كلاهما له نفس الحجم إذن يحتوي على نفس عدد الجزيئات السؤال رقم 52 خلي بالك يلزم لتعادل 22.2 من 10 ملي من محلول هيدروكسيد السوديوم تركيزه 1 من 10 مولاري حجما قدره 25 ملي من محلول حمض سنائي القاعدية ماذا تعني كلمة حمض سنائي القاعدية أي يحتوي على زراتين من الهيدروكسيد يبقى هنا وليكن N A و H هيتفاعل وليكن مع H2SO4 أو مع H2CO3 أو مع H2C2O4 اللي هو حمض الأوكزاليك وهو حمض الأوكزاليك وحمض الكابريتيك وحمض الكاربونيك كلهما أحمد سنائي القاعدية يبقى هنا ده وقت يبقى لو طبقت القانون M1V1 على MA بتسوي M2V2 على MAB هتطلع هنا المولارية تطلع أربعة من مية حاصل إزابة ملح فوسفات الباريوم فوسفات الباريوم بي اسري بي أو فور باي تو إيه هي حاصل إزابة حاصل الإزابة لأي مركب أيوني شحيح الزوبان في الماء يساوي حاصل ضرب تركيز أيوناته وارفوعة لأس باور عدد يساوي عدد أيوناته في المحلول يبقى حاصل إزابة يبقى بي اسري بي أو فور باي تو عندما يتأين بالنسبة لمعادلة الإزابة بتاعته في الماء هتدينا ثلاث أيونات من الباريوم السنائي واثنين أيون من الفوسفات إيه السلسي تبقى الإجابة رقم بي اللي هي ky sp اللي هي sesolovity product السابت بتاع السolovity product بتساوي تركيز أيونات الباريوم مرفوعة لأس ثلاثة في تركيز أيونات الفوسفات مرفوعة لأستنين نشوف السؤال رقم اربعة وخمسين السؤال ده جميل اوي 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 خلي بالك الفرق الاساسي بين الحمض القوي والحمض الضعيف هو اولا الفرق بين الاحماض القوية والضعيفة في حاجة واحدة درجة التأيون الحمض القوي تام التأيون الحمض الضعيف غير تام التأيون التأيون التام ويحدث في حالة الالكتروليتات القوية وفيها تتحول كل الجزيئات الى ايونات اما التأيون الغير تام ويحدث في حالة الالكتروليتات الضعيفة وفيه تتحول بعض الجزيئات الى ايونات يبقى الفرق الاساسي بين الحمض القوي والحمض الضعيف ركز معايا هو درجة التأيون يبقى الاسترينس في القوة تعني التأيون الاسترينس تعني التأيون تابعا المعدة الاتية H2O Liquid هيمتص كمية من الطاقة قدرها 57 كيلوجول هيديني ايونات الهايدروجين وايونات الهايدروكسيد يبقى من المعادلة المعطاة يتضح ان التفاعل ماصي للحرارة ليه لاني حط السبعة وخمسين كيلوجول حطوهم مع المتفاعلات يبقى التفاعل ده ماص يبقى عند رفع درجة الحرارة يسير التفاعل في الاتجاه الطرد اذا الاجابة هتكون رقم دال يزداد تركيز ايون الهايدروجين وكذلك تركيز ايون الهايدروكسيد افهم الاجابة تكمن في التفاعل ده طارد ولا ماص عند رفع درجة الحرارة عن 25 قال لا هرفع طب التفاعل درجة الماص هو حططلك لأول مرة الخمسة والسبعة وخمسين كيلوجول حططه مع المتفاعلات يبقى ان التفاعل ماص الحرارة اندو ثيرميك راكشن وليس اكثو ثيرميك راكشن يبقى هنا التفاعل الاجابة بتاعته دال يزداد تركيز كل من ايون الهايدروجين موجب وايون الهايدروكسيد السالب 56 عالي جدا عند اضافة قطرات من حمض الهايدروكولوريك الى الماء السؤال عالي او امسك الورقة والقلم ويكت HOH يتأين الى ايونات هيدروجين موجبة وايونات هيدروكسيد سالب الماء النقي متعادل التركيز على عباد الشمس فعند اضافة HCL هيزداد تركيز ايون الهايدروجين مع عدم تغير ايونات الهايدروكسيد يبقى هيزداد تركيز ايون الهايدروجين وعدم تغير ايونات الهايدروكسيد اللي هو كتف في الاجابة ايونات الهايدرونيوم ما انت عارف المحاليل المائية للأحماض عند ازابتها لا توجد ايونات الهايدروجين الموجبة حرة في المحلول يبقى ايونات الهايدروجين الموجبة لا يوجد حرة في المحلول ليه لانه بيتحد مع جزيء الماء برابطة تناسقية مكونا ايون الهايدرونيوم السؤال 57 شكل بياني خاص بالكيميا القاربية بددت تلات رسومات بيانية لان السنة اللي فاتت في سنوية عام 2014 جدنا رسم بياني فانا قلت السنة دي قديكوا تلات رسومات بيانية الشكل البياني القاتي ده يعبر عن الخلية الجافة الخلية الجافة القوة الدفعة القاربية بتاعتها واحد ونص بولت الإجابة الصحيحة ألف ليه واحد بيقوليش دال أقوله الفرق بين ألف ودال إن ألف إن تدي واحد ونص وتقعد لمدة طويلة سابتة سابتة لمدة طويلة بمرور الزمن وبعد كده روايدا روايدا يقل يحصل اضمحلال الطيار يقل لي شيئا فدلك عامل لك كير تقل إلى أن تصل إلى تمانية من العشر شفتوا الإجابة يبقى واحد ونص سابتة سابتة مع مرور الزمن يبقى الإجابة رقم ألف السؤال رقم تمانية وخمسين جيه زيه سنوية عامة 2014 دور تاني يتضمن المركب مجموعة إستر ومجموعة أمين الوحيد اللي فيه مجموعة إستر ومجموعة أمين هو المركب تب تعالى ناخد واحد واحد ايه المركب اللي فيه مجموعة إستر ومجموعة ايه أمين نشوف المركب نمرجيم فيه مجموعة كاربوكسايل ومجموعة أمينو نشوف المركب رقم ده فيه مجموعة ومجموعة نشوف المركب رقم به فيه مجموعة ومجموعة يبقى المركب اللي فيه مجموعة ومجموعة اللي هو المركب رقم اللي هو مجموعة ومجموعة يبقى الإجابة رقم به السؤال 59 عالي جدا السؤال 59 عالي جدا خلي بالك معايا رغم شكلها كده وكله هيقول لك كله هيقول الإجابة اللي معظم الطلبة تقول الإجابة ألف وهي الإجابة خطأ تتشابه تفاعلات الأسطرة مع تفاعلات التعادل في إيه الأول تعال نشوف وجل الخلاف بين تفاعل التعادل وتفاعل الأسطرة تفاعل التعادل ينشأ منشأ وإيه حمض زائد قلوي وأنا بقول قلوي ما بقولش زائد قعدة حمض زائد قلوي يدينا ملح زائد مية زي NA وH زائد HCL لكن ما تقولوش حمض زائد قعدة يدينا ملح زائد مية ده ده تفاعل لكن ده اسمه تفاعل تعادل حمض زائد قلوي أما تفاعل الأسطرة حمض عضوي زائد كحل يدينا إسطر زائد مية هذا أول خلاف تاني حاجة التفاعل التعادل بيكون أملح أيوني تفاعل الأسطرة بيكون إسطرات في التفاعلات التعادل تفاعلات التعادل سرعة التفاعل فيها سريعة في الأسطرة بطيئة تفاعلات التعادل مركباتها توصل الطيار الكهربي تفاعلات الأسطرة مركباتها لا توصل الطيار الكهربي إذن وجه الشبه بين تفاعلات الأسطرة وتفاعلات التعادل هي تكوين الماء السؤال رقم ستين المجموعات الوظيفية في المركب المقابل هي أول حاجة الضهايد من الشمال الضهايد وبعدين مجموعة الإيثر اللي هي أو مركزية بعد كده مجموعة الإيستر اللي هي سي أو أو يبقى المجموعات الوظيفية في هذا المركب الإيجابة دال الضهايد وإيثير وإيستر السؤال واحد وستين وسوف أتناوله بالتفصيل مزيدا من التفصيل جدا في السؤال الثالث لكن أنا هقول اسمه دلوقتي عشان أدي له وقته أكبر هذا السؤال جه في نموذج الاختبار التجريبي في شهر خمسة اللي فات C2H5 اللي حطته وزارة التربية والتعليم بوسط مستشارة العلوم C2H5O COCH3 طبعا لنظام الأيوبك الإجابة اللي هي إيثانوات الإيصايل الغالبية العظمة بيقول بروبانوات الميصايل الإجابة الصحيحة إيثانوات الإيصايل إيثانوات الإيصايل C2H5O COCH3 إيثانوات الإيصايل هنخش في السؤال الثاني يبقى السؤال الأولاني تضمن الاختيار من متعدد 61 سؤال هنخش في السؤال الثاني وقدره مئة سؤال مفهوم علمي شامل لكل أجزاء المنهج السؤال الثاني أكتب المفهوم العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات الآتية القطب الذي تحدث عنده عملية الاختزال في الخلايا القهربية أو في الخلايا القهركيميائية طالما العملية الاختزال يبقى الإجابة الكاسود نعمل الأتنين عدد مجموعات الكاربوكسايل الموجودة في جزء الحمض العضوي قاعدية الحمض العضوي الإجابة بتاعتها قاعدية الحمض العضوي يبقى عدد مجموعات الكاربوكسايل في الجزء يعبر عنها بحاجة اسمها قاعدية الحمض العضوي فعندي أحماض أحاديت القاعدية زي حمض الخليك وحمض البنزويك وأحماض صنائية القاعدية زي حمض الأجزليك وحمض الفيثليك جميع المركبات العضوية تتكون داخل خلايا الكائنات الحية بتأثير القوة الحيوية ولا تحضر في المختبرات اللي هي نظرية القوة الحيوية أربعة الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن يمتلكها الجزء لكي يتفاعل عند الاستضام الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن يمتلكها الجزء اللي هي طاقة التنشيط محلول معلوم التركيز يستخدم لتعيين تركيزات المحاليل الأخرى بالتفاعل مع المحلول القياسي كمية القهرباء اللازمة لترسيب واحد ومية وطمنتاشر من ألف ميلي جرام من الفضة اللي هو واحد كولوم السؤال ده جه مرات ومرات منها سنوية عامة ألفين وستة أول مرة في المنهج الجديد سبعة مركب عضوي ينتج من نيترة البنزين ثم قلورة الناتج في وجود براط الحديث هنا مجموعة النيترو هي الموجهة للكلور في الوضع ميتا يبقى المركب يطلع اسمه ايه ميتا كولورو نيترو بنزين تاني المركب اللي هيطلع اسمه ايه ميتا كولورو نيترو بنزين يبقى المركب العصلي كان بنزين المجموعة الموجهة نيترو وجهت مين الكلورو في الوضع مين وضع ميتا يبقى المركب اسمه ميتا كولورو نيترو بنزين السؤال رقم 8 إضافة حجوم معلومة التركيز من مادة معلومة التركيز إلى محلول مادة أخرى لتحديد تركيزها في وجود دليل مناسب الإجابة عملية المعيرة تفاعلات تسير في الاتجاه الطرد فقط لخروج أحد النواتج من حيث التفاعل الإجابة التفاعلات التامة يبقى التفاعلات التامة هي التي تسير في اتجاه واحد فقط ألا هو الاتجاه الطرد نتيجة خروج أحد النواتج من حيث التفاعل إما في صورة غاز أو في صورة راسل نمرة عشرة مشتقات هالوجينية للألكانات سهلة الإسالة وتستخدم في أجهزة التبريد والتكييف الإجابة الفريونات شوف أول مرة ناخد السؤال ده رقم 11 تفاعلات تنتقل فيها الإلكترونات من أحد المواد المتفعلة إلى المادة الأخرى الإجابة تفاعلات الأكسادة والاختزال طول عمرنا نقول الأكسادة الوحدة والاختزال الوحدة الأكسادة فقد الإلكترونات والاختزال اكتساد إلكترونات أما تفاعل الأكسادة فهو تفاعلات تنتقل فيها الإلكترونات من أحد المواد المتفعلة إلى المادة الأخرى يبقى الإجابة تفاعلات الأكسادة والاختزال سؤال رقم 12 مركب عضوي مشبع ينتج من إضافة وفرة من بروميد الهيدروجين إلى الإيثاين الإجابة تكمن في كلمة واحدة كلمة وفرة يبقى المركب العضوي الذي ينشأ من تكون أو من تفاعل وفرة من بروميد الهيدروجين إلى الإيثاين ألا هو واحد وواحد ثناء برومو إيثان في الإضافة الأولانية إضافة عادية لكن في الإضافة في الخطوة الثانية عند وفرة من بروميد الهيدروجين تكون الإضافة حسب قعدة ماركو نيكوف شق الأرايل الذي ينتج من نزع زرة هيدروجين من البنزين العطري ألا وهو مجموعة الفينايل فينايل فينايل يبقى مجموعة الفينايل هي مجموعة عضوية أروماطية مشتقة من البنزين وتقل عنه زرة هيدروجين فصيغته الجزائية C6 H5 السؤال الرقم 14 تغطية سطح الفلز بطبقة رقيقة من فلز آخر بإمرار طيار كهربي في إلكتروليت الإجابة الطلاق بالقهرباء نعمة 15 التأيين الحادث في الإلكتروليتات القوية الإجابة التأيين التام مواد كيماوية مواد كيميائية تتغير ألوانها بتغير نوع الوسط الذي توجد فيه الإجابة الأدلة يبقى الأدلة هي موادية كيميائية تتغير ألوانها تتغير نوع الوسط الذي توجد فيه 17 حجوم الغازات الدخلة في التفاعل والنتجة منه تكون بنسب محددة قانون الحجوم لجيلوساك 18 جزيئات من البروتين تتكون داخل الخلايا الحية تكون بدور العامل الحفاظ للعمليات الحيوية ألا وهي الأنزيمات مركب عضوي يفرزه النمل الأحمر ويستخدم في صناعة الصبغات والمبيدات الحشرية ألا وهو حمض الفورميك أو حمض الميثانويك 20 حمض يستخدم في تحضير نسيج الدكرون ألا وهو حمض التيرفيثالك تيرفيثالك 21 محلول يحتوي اللتر منه على الكتلة الجزيئية الجرامية من المادة المزابة المحلول المولاري هو محلول يحتوي اللتر منه على مول والمول هو الكتلة الجزيئية مقدرة بالجرامات يبقى 21 المحلول المولاري 22 تحليل كيميائي الغرض منه التعرف على نسبة كل مكون من مكونات المادة ألا وهو التحليل الكمي هنا بيقول إيه نسبة كل مكون إبقى التحليل الكمي مادة يلزم من 23 مادة يلزم منها القليل للتحكم في معدل التفاعل الكيميائي دون أن تتغير أو تغير من وضع الاتزان السؤال بصيغة أخرى مادة تقلل من طاقة التنشيط دون أن تتغير أو تغير من وضع الاتزان ألا وهي العامل الحفاز 24 الجزيئات ذات الطاقة الحرقية المساوية لطاقة التنشيط أو تفوقها الإجابة الجزيئات المنشطة الجزيئات المنشطة إلا أنا عملت لها عملية تنشيط ما قلتش الجزيئات المنشطة لا الجزيئات المنشطة 25 تعبير عن درجة الحموضة أو القاعدية للمحاليل المائية بأرقام متسلسلة موجبة الأس أو الرقم الهيدروجيني 26 إمرار غاز الإيثيلين في محلول برمنجانات البوتاسوم القلوية للحصول على الإيثيلين جيلايكل السؤال بصغة أخرى تفاعل الإيثيل مع فوق أكسيد الهيدروجين لتكوين مركب الإيثيلين جيلايكل الإجابة تفاعل باير تفاعل باير وما تنسوش أن باير تفاعل أكسيدة وتفاعل إضافة وتفاعل يستخدم في الكشف عن وجود الربطة السنائية في الإيثيلين 27 سؤال مشهور مقدار التغير في تركيز المواد المتفاعلة بالنسبة لوحدة الزمن معدل التفاعل الكيميائي اللي هي rate of chemical reaction 28 مادة ألديهيدية عديدة الهيدروكسايل شوف التعبيرات مادة ألديهيدية هذه صفة عديدة الهيدروكسايل التانية وتحتوي على ست زرات كربون ألا وهي سكر الجولوكوز 29 قعدة تحدد العوامل المؤثرة على تفاعل كيميائي في حالة اتزام قعدة لوشاتيليه تحدد العوامل المؤثرة مثل الضغط ودرجة الحرارة ودرجة التركيز على نظام في حالة اتزام فإن هذا النظام ينشط في الاتجاه الذي يلاشي أو يقلل فعل هذا المؤثر 30 اتزام يحدث في محاليل الإلكتروليتات الضعيفة بين الجزيئات الغير متأينة والأيونات الناتجة عنها الإجابة الاتزام الأيوني قعدة 31 قعدة تستخدم عند إضافة كاشف غير متماثل إلى ألكين غير متماثل دي تسمى قعدة ماركو نيكوف وإذا توفر أحد الشرطين ولم يتوفر الشرط الآخر لا تنطبق قعدة ماركو نيكوف فلازم يكون الكاشف غير متماثل والألكين غير متماثل 32 الحجوم المتساوية من الغازات تحت نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة تحتوي على أعداد متساوية من الجزيئات دي قانون الحجوم لأفوغادرو مجموعة زرية تشتق من الألكان المقابل ولا توجد منفردة وصيغتها العامة CNH2N زائد واحد دي مجموعة الألقايل مجموعة الألقايل تعرفة تاني هي مجموعة عضوية ألفتية مشتقة من الألكان المقابل وتقل عنه زرة هيدروجين وقانونها العام CNH2N زائد واحد 34 أقصى ضغط الإجابة تكمل في أول كلمة أقصى ضغط لبخار الماء يمكن أن يتواجد في الهواء عند درجة حرارة معينة اللي هو ضغط بخار الماء المشبعة 35 كمية القهرباء اللازمة لترسيب شوفي التعبيرات لترسيب أو تصاعد أو استهلاك أو فصل الكتلة المكافئة الجرامية للمادة عند أحد الأكتب ده اسمه الفاردي في هنا بعض الطلب أقول لك ممكن أقول هنا القانون العام للتحليل الكهربي الإجابة صحيحة شوفي مرونة في الكلام فاهم طالب فاهم الفاردي بتعريف الفاردي والقانون العام للتحليل الكهربي الإجابة واحدة 35 إجابتها ممكن تقول الفاردي وممكن أقول القانون العام للتحليل الكهربي 36 حاصل ضرب تركيزي أيوني الهيدروجين والهيدروكسيد أو الهيدروكسيل الناتجين من تأيون الماء اسمه الحاصل الآيوني للماء لأن ده ثابت خاص بالماء درجة تركيز آيوني الهيدروجين مضروبة في درجة تركيز آيوني الهيدروجين يساوي مقدار الثابت وقدره 10 أس سالب 14 37 خلية صغيرة الحجم شائعة الاستخدام في سماعات الأزن والساعات ألا وهي خلية الزئبق نظام ديناميكي يحدث عندما يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي وتثبت صحيح أروانتو سوي أرطو ولكن التركيزات سبتة وتثبت تركيزات النواتج والمتفاعلات ده اسمه الاتزان الكيميائي في التفاعلات الإنعكاسية دليل ايه الدليل الذي يعطي في الوسط الحامضي لون أحمر والوسط القاعدي لون أصفر ده دليل اسمه الميصايل البرتقالي لهو الميصايل أورانج بوليمر يتكون من بلمرة بالتكاثف بين حمض التير في ثالك والإيسيلينجيليكل ده بوليمر اسمه الدكرون نظام ساكن على المستوى المرئي وديناميكي على المستوى الغير مرئي ده اسمه النظام المتزن حمض عضوي يؤدي نقصه في الجسم إلى مرض الأسكربوت ألا هو حمض الأسكوربيك أسد أو فيتامين فيتامين سي أو فيتامين جيم أربعة واربعين دي خطأ شائع مركبات عضوية تتميز بوجود مجموعة CH2H في تركبها ايه المركبات العضوية اللي تتميز بوجود مجموعة CH2H غالبيت الطلبة اللي لم يكن معظمها هتجاوب السؤال هتقول الكحولات هنقوله غلط الاجابة هنا الكحولات الأولية لأن قال هنا المجموعة الوظيفية CH2H تنقسم يا جماعة الكحولات إلى الألفتية إلى أولية وثانوية وثالثية الأولية فيها مجموعة القربينول متصلة بزرتين من الهيدروجين الكحولات الثانوية مجموعة القربينول متصلة بزرة هيدروجين واحدة أما الكحولات الثالثية فمجموعة القربينول لا تتصل إطلاقا بأي زرات هيدروجين فهنا في السؤال رقم 44 الكحولات الأولية طريقة للتحليل الكم الوزني أساسها ترصيب العنص واضح الإجابة هي أو المكون المراقب تقديره على شكل مركب نقي غير قابل للزوابان في الماء الإجابة السؤال بطريقة تانية التفاعلات التي تستخدم في تقدير المواد التي تعطي نواتك شحيحة الزوابان في الماء الإجابة طريقة الترصيب عدد مولات المادة المزابة الموجودة في لتر من المحلول خلي بالك هنا قال عدد المولات هنا التركيز المولاري التركيز المولاري اقع حد يقول المحلول المولاري ما الفرق بين المحلول المولاري والتركيز المولاري المحلول المولاري هو محلول يحتوي اللتر منه على مول واحد من المادة المزابة أما التركيز المولاري هو محلول يحتوي اللتر منه على عدد من مولات المادة المزابة 47 تحليل كيميائي يستخدم في التعرف على مكونات مكونات المادة بيتعرف بس على المكونات ألا وهو التحليل الكيفي يبقى التحليل الكيفي بيتعرف على مكونات المادة 48 ملح لحمض أروماتي يستخدم كمادة حفظة ساعة ما بتجي كيف بتمادة حفظة عطوي عارفينها حيث يمنع نمو الفطريات على الأغذية الإجابة بنزاوات السوديوم 49 أقبح مركب حضرة في تاريخ الكيميا ألا وهو الددتي دايكولورو دايفينايل ترايكولورو إيثان مركبات عضوية هامة تستخدم أو تقوم عليها صناعة المنظفات الصناعية ألا الإجابة هي مركبات حمض السلفونيك الأروماتية التفاعل السائد عندما يكون قيمة سابت الاتزان كي سي كبير جدا ألا وهو التفاعل الطردي الإجابة التفاعل الطردي مادة تستخدم في توسيع الشرايين وعلاج الأزمات القلبية ممكن تقول نيترو جليسرين وممكن تقول ثلاثي مطارات الجليسرين التحلل المائي للإسترات في وجود وسط قلوي ده تفاعل التصبم 54 طريقة للتحليل الوزني تعتمد على تطاير العنصر أو المركب المراد تقديره الإجابة طريقة التطاير تفاعل من الأسئلة المفاهيم المشهورة أوي تفاعل الكحولات مع الأحماض العضوية في وجود مادة نازعة للماء تفاعل الأسطرة 56 حاصل ضرب تركيزات الأيونات مقدرة بالمول لكل لتر ومرفوعة لكل منها لأسي يسوي عرض الأيونات والتي توجد في حالة اتزان مع محلولها المشبع ألا وهو حاصل الإزابة 57 خليط من غازي أول أكسيد القربون ولا يدرجيب بنسبة واحد إلى تلاتة حجما ألا وهو الغاز المائي الغاز المائي يستخدم قوقود ويستخدم أيضا كعامل مختزل في فرن مدريكس 58 أنبوبة زجاجية تعمل على توصيل محلولي نصفي الخلية الجلفانية دون الاتصال المباشر اللي تسمى القنطرة الملحية 59 مادة كيتونية عديدة الهيدروكسايل تحتوي على ست زرات كربون الموصفات مادة كيتونية عديدة الهيدروكسايل إتنين تحتوي على ست زرات كربون تعتبر سكر الفاركتوز رقم 60 مركبات عضوية هامة تنتج عند معالجة مركبات حمض الألقاء البنزين سلفونيك بوسطة السودكاوية الإجابة هي المنظفات الصناعية اللي هي الديتيرجنز عملية إضافة موني ماريني مختلفين إلى بعضهما وينتج عن ذلك أو يتبع ذلك فقد جزء صغير من الماء مثل الماء لتكوين بوليمر مشترك ألا وهي بلمرة بالتكاسف السؤال رقم 62 كحولات ترتبط فيها مجموعة الكربينول بزراتي كربون وزرات هيدروجين واحدة هنا كحولات ثانوية لأن قال الكربينول بيرتبط بزرات هيدروجين اي واحدة وزراتي كربون 63 عنصر يدخل في صناعة إطارات السيارات وورنيش الأحزية اللي هو اسمه القربون المجزأ أو أسود القربون ونحصل عليه عشان أفكرك من الميسان عند ألف درجة مئوية يدينا سي زائد 2 اتشي 2 64 القطب القياسي الذي جهده يساوي صفر ألا وهو قطب الهيدروجين القياسي اللي هو اختصاره S-H-E T-S-E أو Standard هيدروجين إلكتروض الدليل الذي لا يمكن استخدامه في الوسط الحامدي اللي هو الفينو لفثالين 66 تفاعلات تستخدم في تقدير تركيز الأحماض والقواعد دون حدوث تغير في أعداد التأكسد خلي بالك من دي بحدد تفاعلات تستخدم في تقدير تركيز الأحماض والقواعد دون حدوث تغير في أعداد التأكسد دي تسمى تفاعلات التعادل عند ثبوت درجة الحرارة ده درجة التفكك او التأين اللي هي الفا بزيادة درجة التخفيف لتظل قيمة كي اي سابتة ده قانون ستيفلد المواد التي توصل الطيار الكهرابي عن طريق حركة ايوناتها اللي هي الالكتروليتات اتفاق بعض المركبات العضوية في صيغة جزائية واحدة واختلافها في الصيغة البنائية او ظاهرة او ظاهرة وجود عدة مركبات عضوية تتفق في الصيغة الجزائية وتختلف في الصيغة البنائية والخواص الفيزيقية والكيميائية الا وهي المشابهة الجزائية او الايزومريزم او التشكل سبعين الديهيدات او كيتونات عديدة الهايدروكسايل هنا جمع الحاجتين بدل ما كنت اقول ايه مجموعة الظاهدية تحتوي على مادة الظاهدية عديدة الهايدروكسايل تحتوي على ست زرات كربون او مجموعة كيتونية عديدة الهايدروكسايل تحتوي على ست زرات كربون فجمعها في سؤال واحد الظاهدات او كيتونات عديدة الهايدروكسايل دي اسمها الكربوهايدرات الكربوهايدرات هي تلك المركبات التي تحتوي على عنصر على عناصر القربون والهايدروجين والاكسوجين بشرط ان تكون نسبة الهايدروجين الى الاكسوجين كنسبة اتنين الى واحد اي كنسبة وجودهما في الماء مثلة الجلوكوز سي 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 انشارت اتنين وعشرين ووحداشر النجا سي 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 اتش عشر وخمسة لكل ان حتلاقي فيها نسبة الهايدروجين دائما الى الاكسوجين كنسبة اتنين الى واحد سؤال 71 تفاعل البنزين مع هاليد الألقيل في وجود كولوريد الألمونيوم اللامائي تفاعل يطلق عليه الكلة البنزين لفريد الكرافت 72 أيون ينتج من ارتباط جزء الماء مع بروتون الحم ولو تأثير حامدة على عباد الشمس أو السؤال بصيغة أخرى أيونات لا توجد منفردة في المحاليل المائية للأحمض دي أن أيون الهايدرونيوم له اسمي تاني البروتون المماه البروتون المماه 73 الطريقة المستخدمة في فصل الألكانات الموجودة في النفط الخام هذا اللفظ جديد موجود عندك في كتاب المدرسة ده اسمه التقطير التجزيئي التقطير التجزيئي هو فصل خليط من عد السوائل ممتزجة مع بعضها البعض ومختلفة في درجة الغليان إذن تعتمد عملية التقطير التجزيئي على درجة الغليان ولا توجد مدتان لهما نفس درجة الغليان وبناء عليه يمكن فصل السوائل الممتزجة مع بعضها والمختلفة في درجة الغليان بعملية التقطير التجزيئ لكن جابها في صيغة تانية خالص فصل الألكانات الموجودة في النفط الخام أربعة وسبعين صيغة تبين نوع وعدد الزرات كل عنصر في الجزيئ لو وقف عند كده تبقى الصيغة الجزيئية لكن كمل وطريقة ارتباط الزرات مع بعضها ما تنفعش أقول الصيغة الجزيئية هنا بقى تقول الصيغة البنائية خمسة وسبعين الجزيمات المادية المتحركة في المحلول أو المصهور والغنية بالإلكترونات الإجابة تكمن في الغنية بالإلكترونات ألا وهي الأنيونات السؤال ده جه يوم 226 الجاري في الشارع اللي احنا فيه ده امتحان سنوية أزهرية 2015 الأنظمة التي يتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية نتيجة لحدوث تفاعل أكسدة واختزال تلقائي ديئا الخلايا الجلفانية 77 كتلة المواد المختلفة المتكونة أو المستهلكة بمرور نفس كمية الكهرباء تتناسب طرديا مع كتلتها المكفأة ده اسمه القانون الثاني لفرضه عند حدوث تغير في أحد العوامل المؤثرة على نظام متزن فإن النظام ينشط في الاتجاه الذي يلغي أو يقلل تأثير هذا التغير ده اسمه قاعدة لوشاتيليا خليط من الإيثانول والميثانول والبيرادين وبعض الصبغات الكحول المحول شوف جمالك زي الكحول المحول هو كحول إيسيلي مضاف إليه بعض الإضافات زي مادة سمه مواد ملونة كل ده عشان إيه لمنع شربه كمسكر لأضراره الاقتصادية والاجتماعية الملح السوديومي للأحماض الدهنية العالية تعريف الصبون النقطة التي عندها تكون كمية الحمض مكافئة تماما لكمية القاعدة المتفاعلة معه نقطة التعادل أو نقطة النهاية الاند بوينت خلايا جلفانية تتميز في أن تفاعلاتها الكيميائية نتجع عن تفاعلات انعكاسية وتختزن الطاقة القهربية على أي الطاقة كيميائية الإجابة كلها تكمن في أنها انعكاسية يبقى خلايا جلفانية ثانوية اللغاريتم السالب لتركيز آيون الهايدروجين لهو الرقم الهايدروجيني 84 خلايا قهربية تستخدم فيها الطاقة من مصدر خارجي لإحداث تفاعلات أكسادة واختزال غير تلقائي ألا وهي الخلايا الإلكتروليتية إسطر ينتج من تفاعل حمض السلسليك مع الكحول الميثيلي لهو زيت المروخ لكن لو قال إسطر ينتج من تفاعل حمض السلسليك مع حمض الأسيتيك يبقى الأسبرين وكل من الأسبرين وزيت المروخ من الإسطرات الهايدروكربونات التي لها القانون العام CNH2N وليست ألكينات السؤال بصغة تانية جالس دي مش واضحة أو جديدة هيدروكربونات مشبع وقانونه العام CNH2N اللي هي الألكانات الحلقية سايكلو ألكان الألكان الوحيد الذي يعطي قحل أولي بالهيدر الحفزية ألا وهو الإيفيلين ترتيب العناصر ترتيبا تنازليا تبعا لجهود الأكساد القياسية أو ترتيبها تصاعديا بالنسبة لجهود الاختزال القياسية ده اسمه السلسلة القهرو كيميائية 89 حاصل ضرب شدة الطيار بالأمبير في الزمن بالثانية كمية القهرباء بالكولوم طريقة 90 طريقة لتحضير حمض الأسيتيك بأكسادة الإيسانول بوسطة بكتيريا الخل ده الطريقة الحيوية لتحضير حمض الخليك الضغط بخار الماء في الهواء عند درجة حرارة معينة ده اسمه الضغط البخاري عملية تحويل الهكسان العادي إلى بنزين اسمه إعادة التشكيل المحفزة إضافة الماء إلى القينات في وجود عوامل حفزة هيدرة حفزية 94 تتناسب كمية المادة المتكونة أو المستهلكة عند أي قطبة سواء كانت صلبة أو غازية طرديا مع كمية القهرباء المرة في المحلول الإلكتروليتي ده اسمه القانون الأول لفرضه زوابان الملح في الماء ينتج الحمض والقلو المشتق منهما الملح ده اسمه عملية التميق اللي هو التحلل الماء للأملاح الحجم الذي يشغله واحد مول من الغاز في ميم ضاد دال ويساوي 22.4 من 10 لترا السؤال ده موجود في دليل التقويم ده اسمه الحجم الجزئي استراطي الجليسرين لأحماض دهنية عالية ألا وهي الزيوت والدهون عند السيبوت درجة الحرارة تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي تناسبا طرديا مع حاصل ضرب التركيزات الجزئية لمواد التفاعل كل مرفوع لأس يسوي عرض الجزئات أو الأيونات في الموادلة الموزونة ده اسمه قانون فعل القتلة 99 حمض أروماتي يحتوي على مجموعتين وظيفيتين فعالتين ألا وهو حمض السلسليك مادة أولية خلي بالك ذكرت كلمة مادة أولية في المنهج مرة واحدة مادة أولية تستخدم في تحضير البوليمرات والأصباغ والمطهرات والمتفجرات ألا وهو الفينول هنشوف مع بعض دلوقتي السؤال التالي اكتب أسماء المركبات العضوية الآتية بنظام الأيوباك المركب رقم واحد هيكون إجابته تلاتة كلورو اتنين ميسايل بنتان ما ننفعش نعكس الإجابة نقول تلاتة كلورو أربعة ميسايل ما ننفعش ليه؟ لأن الترقيم هجائي تاني حاجة بحيث يكون يدي أقل رقم ممكن إذن الإجابة الصحيحة تلاتة كلورو اتنين ميسايل بنتان رقم اتنين هنا CH3 CHC2H5 CH3 هنا مجموعة C2H5 هعمل لها عملية مط هفكها هتبقى CH2 CH3 هنا المركب ده هيبقى أربعة ميسايل اتنين هيكساين هنا في ربطة سلاسية موجودة بين السي والسي سي ربطة سلاسية سي CH3 هتبقى أربعة ميسايل اتنين هيكساين يبقى بين السي في نقصة ربطتين سي ربطة سلاسية C CH3 وهنمط C2H5 يبقى المركب هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى أربعة ميسايل اتنين هيكساين ودايما إذا كده لا يدرق كاربون غير مشبع يبدأ الترقيم من جهة الربطة السنائية أو السلاسية المركب رقم تلاتة ده ملح اوكزالات الكالسيوم ملح الاوكزالات الكالسيوم الحمض الاوكزاليك COOH ربطة COOH طيب H COO الكل 2CA ده ملح لفرماط الكالسيوم فرماط الكالسيوم رقم خمسة المركب ده موجود في كتاب المدرسة في تقويم على الأحماض الكاربوكسيلية المركب ده تسميته 2 و 3 سنائي ميسايل حمض الهيكسانويك دائما عند تسمية الأحماض الكاربوكسيلية سواء كانت ألفتية أو أروماتية دائما مجموعة الكاربوكسيل تأخذ رقم واحد تاني يبقى ديتك واحد ألفاتي ورقم 6 أروماتي عند تسمية الأحماض الكاربوكسيلية سواء كانت ألفتية أو أروماتية يبدأ الترقيم بحيث تأخذ مجموعة الكاربوكسيل رقم واحد يبقى المركب رقم خمسة 2 و 3 سنائي ميسايل حمض الهيكسانويك مركب رقم 6 حلقة بنزين وعليها مجموعة كاربوكسيل وزرطي كولور في الأماكن مختلفة نرقم بحيث تأخذ مجموعة الكاربوكسيل رقم واحد يبقى 1 2 3 4 تبقى 2 و 4 سنائي كولورو سنائي كولورو حمض البنزويك مركب رقم 7 مركب رقم 7 خلي بالك أساس الترقيم في نظام الأيوبات هجائيا والترتيب هجائيا يبقى الترتيب هجائي والترقيم هجائي بحيث يجيب أقل رقم ممكن تبقى الإجابة هنا والسؤال ده موجود في كتاب المدرسة تدريبات موجودة مثال محلول في كتاب المدرسة رقم 7 أربعة برومو واحد كولورو اتنين نيترو بنزين رقم 8 تسميته هتكون 3 ميصايل واحد بيوتانول 3 ميصايل 3 ميصايل هنا مجموعة الهيدروكسايل المفروض تتحط على رقم واحد 3 ميصايل واحد بيوتانول الOH متحرك الشمال شوية هي واخد رقم واحد يبقى الOH اعتبرها موجودة في رقم واحد يبقى 3 ميصايل واحد بيوتانول ويعتبر نوعه قحول اولي يبقى الOH ما كانها في رقم واحد مثال رقم 9 طبعا هالرقم من ناحية الربطة ومجموعة الـ C2H5 OH هتحصل لها مط يعني هنفكها عشان تكون اطول سلسلة كربونية مستمرة تبقى الاجابة 3 ميصايل واحد بنتين لانه عندي ربطة سنائية مثال رقم 10 هيطلع ثنائي فينيل ميسان ثنائي فينيل ميثان نشوف رقم 11 احنا متعودين على رقم 11 مش رقم 10 رقم 11 ثنائي الفينيل رقم 12 ترقيم ترقيم هجائي والترتيب هجائي واحد كولورو تلاتة نايترو بنزين دي بنظام الايوباك طيب لانا عاوز اسم المركب ده حسب الاوضاع والتوجيب في حلقة البنزين او ليه ميتا كولورو نايترو بنزين لان الموجه هنا مجموعة نايترو وجهت الكولور في الوضع ميتا الميثان رقم 13 الميثان رقم 13 برضو مجموعة سيتو اتشفاي فيحصلها عملية مط بالتالي يبقى المركب تسميته تلاتة كولورو اتنين واربعة سنائي ميسايل بنتان السؤال رقم 14 وقلتلكم انا هدي مزيد من التركيز على الرقم 14 والسؤال رقم 14 مرتبط بالسؤال رقم 17 فعشان نقارن ما بين 14 و17 ركز معاي 14 و17 نبدأ ب14 المركب 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 ده في الامتحان التجريبي في سنوية عام مفشارة 5 اللي وضعه مستشار الكيميا بالوزارة التربية والتعليم المركب ده كتير من المدرسين في خطأ فيه بيعتبروه انه هو بروبانوات الميسايل الاجابة خطأ المركب ده اسمه إيثانوات الإيثايل إيثانوات الإيثايل نشوف السؤال رقم 15 احنا قلنا هنربط ما بين 14 وما بين 17 طيب 15 السؤال 15 والسؤال 16 السؤال ده جاه سنوية أزهرية الايزمر لإيثانوات الفينايل الايزمر بتاعه اللي هو بنزوات الميسايل السؤال 15 إجابته إيثانوات الفينايل دي بالأيوباء ممكن أقول أسيتات الفينايل طريقة الشائعة المركب 16 اسمه بنزوات الميسايل وكل من إيثانوات الفينايل وبنزوات الميسايل كلا هما ايزمر اتفق في الصيغة الجزائية اللي هي C8H8O2 نرجع للسؤال 17 اهدي بروبانوات الميصايل CH3OCOC2H5 دي اسمها بروبانوات الميصايل وهناك فرق بين إيسانوات الإيصايل وبروبانوات الميصايل بروبانوات الميصايل وإيسانوات الإيصايل كلاهما اتفق في الصيغة الجزائية واختلفها في الصيغة البنائية سؤال 18 الترقيم من جهة الربطة بحيث تاخد الربطة أقل رقم يبقى هنا 5 كلورو 2 بين 2 5 كلورو 2 بين 2 هنا الربطة السلاسية بين السي والسي بين سي ربطة سلاسية سي مش بين السي والربطة السلاسية لا الربطة السلاسية بين السي والسي يبقى سي اتش سي ربطة السلاسية سي يبقى 5 كلورو 2 بين 2 19 هتطلع المركب ده تسميته 3 و 4 سناء برومو 1 كلورو بنزين نمر 20 ده حمض الإي ثانويك ونمر 20 خلي بالك عشان هنربطه برقم 21 خلي بالك 20 السؤال ده جه سنوية أزهرية تعال نشوف سؤال سنوية أزهرية قال له ايه اذا كانت الصيغة سي تو اتش فور او تو خلي بالك بها هنربط بين 20 و 21 سنوية أزهرية 2015 الدور الأول يوم 22 ستة اللي فده قال ايه مركبين ايه وبي الصيغة الجزائية لهم سي تو اتش فور او تو اكتب الصيغة البنائية لكل منهما وايهما أكثر غليانا من الآخر ولماذا تتميز مشتقات الهيدروكاربونات باحتوائها على مجموعات وظيفية ادرس المركب التالي ثم حدد نوع وعدد المجموعات الوظيفية بدراسة المركب اللي أمامنا هنجد الآتي عندك مجموعة كاربوكسايل ادو واحد مجموعة هيدروكسايل اتنين مجموعة امينو مجموعة استر يبقى انا عندي اربعة مجموعات وظيفية السؤال الثاني اي المجموعات الوظيفية تحدث فورانا عند معالجة المركب بوسط بيكاربونات السوديون كلام ده ما يحصلش الا اذا كانت عندك مجموعة كاربوكسايل يبقى هنا مجموعة الكاربوكسايل هي المجموعة الوظيفية المسؤولة عن عملية الفوران ودي طريقة للكشفة عن الاحماض الكاربوكسايلية اضيف للحمض كاربونات او بيكاربونات نراحز حدوث فوران نديجي التصاعد غساني اكسيد الكاربوكسايلية اي المجموعات الوظيفية تعتبر مسؤولة عن ظهور لون بنفسيجي عند تفاعل المركب مع كولوريد الحديد الثلاثي كولوريد الحديد الثلاثي اللي هي مجموعة الهيتروكسايل الحرة اللي هي طريقة للكشفة عن الفينول كيف تكشف عن الفينول اقول له باستخدام محلول كولوريد الحديد الثلاثي حيث يتكون لون بنفسيجي اي المجموعات الوظيفية يمكن ان يحدث لها تحلل نشادري اقول لك مجموعة الاسطر والتحلل النشادري دائما للاسترات مكونة اميد الحمض والكحول بكده يبقى وصلنا لنهاية الجزء الاول من مراجعة ليلة الامتحان الكيمياء شكرا وإلى حلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة